القبطان الظالم حكاية من التراث الهولندي لقد مضت عدة ايام ورياح الربيع لم تهدر وقد اثر ذلك على السفن الراسية في المرفأ فلم تبحر اية واحدة منها المهم من بين قباطنة هذه السفن كان هناك قبطان شجاع وجريء لن يخيفه استمرار الرياح فصرخ في بحارته قائلا استعدوا سوف نبحر هذا اليوم مهما كانت الظروف وكانت وجهة نظره ان رسو السفن في الميناء لا يطعم البحارة خبزا اليوم الذي قرر فيه القبطان الابحار كان يوما جينيا يحتفل فيه سكان المدينة بذكرى صعود الموتى الى ربهم وسادت التقاليد بان لا تبحر السفن في ذلك اليوم والسفن التي لا تلتزم بهذا العرف تحل عليها لعنة السماء أنا لا أصدق هذه التقاليد ولن تخيفني تلك الرياح العاتية لقد واجهت عواصف أعدف وأشد اسمعوا يجب أن نبحر لكي نحصل على النقود هيا تهيئوا للإقلاع ماذا؟ نتهيئوا للإقلاع أيها القبطان ألا تغشى غضب السماء؟ لم يعر القبطان أهمية لكلام البحار وقرر الإبحار لا تصدقوا كل ما يقوله الناس إذا أردتم أن تربحوا النقود اتبعوا تعليماتي ولا تناقشوا أما إذا أردتم أن تتبعوا ما يقال هنا وهناك فلن تعيشوا حياة مليئة بالسعادة والرخاء وهكذا كان إصرار القبطان الهولندي على الإقلاع مبنيا على الحاجة إلى القضايا المادية ولم يعر القبطان أي اهتمام إلى ما يدور حوله من تحذيرات بعدم الإقلاع في مثل هذا اليوم الجليل say القرار تحقى للإقلاع؟ طبعا طبعا ألا تعرف أن هذا اليوم هو يوم الجمعة العظيمة؟ أعرف ذلك ولكننا نجب أن نحصل على النقود من أجل العيش أن تتصرف تصرفا منافيا للتقاليد والأعراب الدينية وسوف تحل عليك لعبة السماء ولن ترى بناء بعد اليوم جائز ارفعوا الشراع وهكذا لم تنفع مع القبطان كل التحذيرات التي قيلت له ارفعوا المرساد والنبحر في الحال هيا وفي هذه اللحظة جاءت ارادة السماء ان تنزل الحكم العادل بحق القبطان الهولندي وغلفت حزمة من النور سفينة القبطان الهولندي وفجأة اصبح القبطان الهولندي وبحارته غير قادرين على الحركة لقد جمدوا وكأن طوق من الحديد قد قيد كل واحد منهم بدون اي عون من القبطان او بحارته تحركت سفينة القبطان الهولندي الى عرض البحر هل يمكن ان يحدث ذلك لقد انزل حكم السماء العادل بحقه ومنذ ذلك اليوم واخبار السفينة وبحارتها وقبطانها الهولندي بقيت مجهولة ولم يعرف صاحب السفينة ماذا حل بسفينته لقد اعتقد الجميع بان السفينة قد اصطدمت بصخرة او غلبتها ريح عاتية واستقرت في قاع البحر ولم يتعجبوا للمصير الذي آلت اليه ومرت عدة سنين وفي يوم من الايام وبينما كانت احدى السفن تمخر عباب البحر بالقرب من الساحل الجنوبي للقارة الافريقية شاهد احد بحارتها سفينة غريبة اوه هناك اوه 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 انها انها سفينة مريبة قبطان سفينة مريبة سفينة مريبة لقد ضحك بحارت وقبطان السفينة لما قاله البحر المسن من انه قد شهد سفينة مريبة في الافق وضحك اكثر لخوفه منها واعتقد ايضا بانه قد تخيل ذلك في نومه وفي اليوم التالي اصيب القارب الشراعي بعاصفة هوجاء وغارق في الحال اما البحار الوحيد الذي نجى من الموت فقد كان نفس البحار الذي شاهد السفينة الغريبة بعد ذلك حدثت اشياء غريبة السفينة المريبة كانت تطارد جميع السفن التي تقترب من ميناء الامل وحدث ان جميع السفن التي التقت بها اما تحطمت او غارقت عدا سفينة واحدة لم تغرق اوه انها سفينة مريبة اوه لا بد انه الهولندي الضال لا بد انه الهولندي الضال لا انها سفينة مريبة 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 لم يكن البحار مخطيا في ظنه انما رأاه البحار كان بالفعل سفينة الهولندي الضال إنها سفينة الهولندي الظال لقد تعرف الجميع عليها وسمعوا عن الحوادث العجيبة التي تفعلها بالسفن الأخرى إنها السفينة المريبة السفينة المريبة نعم سفينة الهولندي نعم إنها السفينة المريبة يا حبي من الممكن أن تكون السفينة المريبة قد اكتفت بما أحدثت من أضرار بالسفن الشرعية المهم أن القارب الشرعي وصل إلى قاعدته بدون أن يصاب بأذى إنها السفينة السفينة المريبة يا إلهي ما أنا أرى إنها السفينة المريبة لقد قيل بأنه قد سمح للقبطان الهولندي المسكين بدخول الميناء مرة كل سبع سنوات ما هذا ماذا أرى يا إلهي وفي مساء ذلك اليوم وصل إلى الميناء قارب بدون بحار شيء غريب لقد جلبت رسالة معي أرجوكم اقرأوها لقد قيل أيضا بأنهم قد شاهدوا يدا واحدة بدون جسم وكانت اليد تقود دفة السفينة لقد كانت نفس اليد التي سلمت الرسالة لقد تبتت الرسالة على سار السفينة في الحال وقالوا أيضا بأن شيئا مفجعا كان سيحدث لو لم يفعلوا ذلك فورا متى ستحصل سفينة القبطان الهولندي على عفو السماء ربما تكون قد حصلت عليه الآن وهي ترقد بسلام في قاع البحر الكبير ترجمة نانسي قنقر